أكد مع علي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد أن قانون الضمان الصحي ينطلق من الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 والتي تعزز مبدأ التنافسية والاستدامة ويهدف القانون إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنفسية ضمن إطار يحبي حقوق كافة الأطراف القانون ينص على تقريبا نفس النصوص التي طلبتها نظرة البحرين 2030 وهو أن العلاج يكون بمدالة جيدة وبسهولة وبسرعة في المكان المناسب في الوقت المناسب بالإضافة لهذه أن يكون فيه تنافسية بين المقدمية الخدمة وفي حرية اختيار للمواطنين بأن يختار جهة العلاج التي تعالج فيها وهي طبعا هو أساس التنافسية فهذه كلها تحقق فيه إن شاء الله في النظام الذي نشتغل عليه أن يكون كل الأهداف هذه إن شاء الله تحقق فيه النظام الذي نتكلم عليه وفي معرض حديثه لمركز الأخبار أشار مع للفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى آلية تمويل برنامج الضمان الصحي حيث أصبح صندوق الضمان الصحي يقوم بشراء الخدمات الصحية من المستشفيات الحكومية والخاصة ما سوف يتيح الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية والتكملية كمنافس للقطاع العام النظام القديم كان نظيم نظام التمويل هو أن المستشفيات والمراكز الصحية طبعا تمول بميزانية الميزانية تصرف من وزارة المالية إلى وزارة الصحة ووزارة الصحة هي التي تنفق على العلاج في هذه المستشفيات ونفس الطريقة المستشفيات الأخرى العسكرية وغيرها أنها طبعا لها ميزانيات من وزارة المالية الوضع حين تغير بحيث أن صندوق الضمان اللي نسابناه شفاه هو بيكون اللي ياخذ الفلوس حق العلاج وبعدين يشتري الخدمة من المستشفيات كلها العامة والخاصة حسب نظام الباكيجيز اللي حطيناها حق المواطنين يعني شنها قطاع خاص اللي يقدم خدمة ويستلم تكاليفها من صندوق الضمان بالنسبة للبحرينيين أو من شركات تأمين بالنسبة للأجانب هذا يخليهم في وضع تنافسي فيما بينهم وفي وضع أنه المريض له اختيار بحيث أن أنا أعيك أو ما أعيك حسب أنت يعني ما أشوف معاملتك وأشوف مستواك من ناحية يرضيني أو ما يرضيني فهذا قطاعات تنافسية بين المراكز الصحيحية بين المراكز الصحيحية عموما وهذا اللي يخليهم كل واحد يشتغل بشكل أكوى يعني أدق وأشمل وحول مسجدات برنامج الضمان الصحي قال معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن تطبيق المرحلة التجربية من برنامج النظام الصحي سيبدأ من منطقة المحرق ومن ثم سيتم تعميمها على أنحاء المملكة بداية العام القادم سنة 2018 قلنا طلع القانون عقب القانون بتديني يعني تقاون مع شركات أساس تنفيذ الموضوع وصلنا إلى سنة 2000 يعني أواخر 2019 تقريبا رسلنا العقود على الشركات لكن بداية 2020 طلعنا كورونا شوي يعني أخرنا لكن يعني ما وقفنا ابتدأ نشتغل الحين نحن في دور تطبيق الدور التطبيق ابتدأ أولا بدور يعني نوع من تجربة أولية بايلوت ستادي في منطقة المحرقة حين نشتغل عليه إن شاء الله بيخلص في ظرف شامل شهر إذا كان ضبطنا منطقة واحدة حقوب من السهول لأننا حننطبق نظام البرامرات كير أو الصحة الأولية على البحرين كله لأنه يكون نموذج بقى عندنا وطبقناه يعني نطبقه في منطقة وراء منطقة هذه بنخلص فيه منطقة موضوع الثاني موضوع التأمين على الأجانب بعد أورادي حن كلنا عندنا أشياء بارزة الآن لدينا بس التعاقد مع الشركة الحين حتى يعني تبتد نشتغل على أساس التنفيذ النهائي للنظام الضمان الصحي للأجانب ترجمة نانسي قنقر